توجه الإدارة الأمريكية ضغوطا متزايدة لتغيير موقفها تجاه الأحداث في غزة حيث تم الإعلان عن استقالة أكثر من ستة مسؤولين حكوميين احتجاجا على سياسات الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن وتعبيرا عن عدم رضاهم واستيائهم من عدم قدرتهم على مواصلة العمل ضمن هذه الإدارة أعلن هؤلاء المسؤولون استقالتهم بصراحة فيما اخترى آخرون الرحيل بصمت تطورات مستمرة ووضع لا يهدأ ويوما بعد يوم يزداد الغضب الشعبي والرسمي تجاه القيادة الأمريكية بسبب موقفها في غزة في أحدث تطور على الساحة أعلن أكثر من ستة مسؤولين في الحكومة الأمريكية تركهم لمناصبهم معبرين عن عدم قدرتهم على مواصلة العمل ضمن الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن في حين اختار آخرون الرحيل بصمت ووفقا لشبكة CNN الأمريكية فإن هناك تعاونا بين مجموعة من المسؤولين الذين استقالوا بشكل علني احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه غزة بهدف دعم المعارضة المستمرة والضغط من أجل تغيير السياسة الحكومية الرئيس الأمريكي من جانبه يواجه ضغوطا متزايدة سواء داخليا أو خارجيا بسبب موقفه الداعم لإسرائيل بعد دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة شهره التاسع وعلى الرغم من تجديد لهجة إدارة بايدن مع التحذيرات المتكررة لإسرائيل بضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين والسماح بتدفق المساعدات إلا أن السياسة العامة لم تشهد تغيرات جوهرية شبكة CNN نقلت عن المسؤولين الذين استقالوا تأكيدهم أن آراءهم وخبراتهم ومخاوفهم لم تلقى الاهتمام الكافي وأن الإدارة تغض الطرف عن الخسائر الإنسانية ناتجة عن الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المسؤولون المستقلون أعربوا أيضا عن قلقهم من تأثير سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب على مصداقية البلاد مشيرين إلى أن الإدارة لم تقدر بشكل كامل هذا التأثير السلبية هي إذن ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية لتغيير موقفها تجاه حليفتها الأقرب إسرائيل بعد جرائمها المستمرة تجاه الفلسطينيين